وعن ذلك يلتحق بنا الكاتب الصحفي المختص في شؤون الشرق الأوسط عبد المنعم حلاوة أهلا بك أستاذ عبد المنعم أستاذ عبد المنعم لا يكاد يمر وقت طويل على اكتشاف فضيحة جديدة قامت بها قطر إذن أيادي التخريب القطرية امتدت إلى الإطار الرياضي في مصر فما هو مصير تلك الجناية برأيك؟ بالقطع هي تحرك مصري قوي خلال الفترة الماضية ضد قطر على كل المستويات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني وأيضا على المستوى الرياضي حضرتك عارفة أن الرياضة تعد من السلع الاستراتيجية إذا جاز لنا التعبير أن نطلق عليها سلع الرياضة هي المادة الرئيسية والمادة الداسمة بالنسبة للشعوب فيه إقبال كبير جدا على الرياضة فيه اهتمام كبير جدا بالرياضة في العالم كله وبالذات في منطقة الشرق الأوسط وفي مصر تحديدا وفي إفريقيا على وجه الخصوص احتكار قطر وممارساتها الاحتكارية كما اعتادت خلال الفترة الماضية في كل المجالات تحاول قطر بقوة أن تفرض سيطراتها وتفرض أسلوبها مستغلة المال والثروات الشعب القطري والعبث بثروات الشعب القطري الموقف المصر الأخير هو امتداد واستمرار لسياسة دول مكافحة الإرهاب الأربع العربية ضد قطر اتجاه قوي خلال الفترة المقبلة أيضا لفتح قطر على كل المستويات بعد أن فضحها العالم أجمع فضحتها من قبل مفوضية حقوق الإنسان بتصريحات منسوبة إلى زيد بن رعد فضحتها أيضا مؤخرا أو بالأمس الجنائية الدولية بعد تصريحات مغلوطة ومنسوبة لبنسوتا المدعية العامة فضحتها من قبل منظمة الطيران المدني الإكاو عندما أكدت كذب الدعاءات قطر من أن المقاطعة تؤثر على حركة الطيران العالمية اليوم تفضحها مصر في مجال الرياضة وتؤكد على أن قطر تمارس احتكارا وتمارس إرهابا رياضيا على الدول الإفريقية وعلى الدول العالم من خلال احتكار بث المباريات شيء غير مقبول بالمرة المتاجرة بمشاعر الشعوب والرياضة التي تمثل بالنسبة للكثيرين وسيلة للتسلية وربما وسيلة للخروج من الظروف الحياتية المختلفة ورغبة في متابعة مباراة كورة القدم التي هي الدعبة الشعب الأولى في العالم أمر لم يعد مقبولا هناك اتجاه قوي خلال الفترة المقبلة لمحاصرة قطر ونفوس قطر في كل المجالات ومن بينها الرياضة أيضا نتوقع من النيابة المصرية أن يكون هناك قرار حاسم ضد هذه الشركة مستقبلا بإذن الله تصر قطر دائما على اختيار جانب الفساد والتخريب في كل مجالات تعاملها مع الدول كأنها تصر على اختيار هذا الجانب فلماذا؟ أعتقد أن هذه السياسة التي تنتهجها قطر منذ أكثر من عقدين من الزمان هي فكرة محاولة السيطرة على الشعوب إما بالمال وإما من خلال أضروعها في الجماعات المسلحة والمتطرفة المنتشرة في عدة دول وإما أيضا من خلال استغلال الفساد الموجود في بعض المناطق وفي بعض الدول لبسط نفوذها وبث سمومها القطر انتهجت منذ نشأتها ومنذ تحديدا وجود النظام الحالي في الحكم في أواخر 95 فكرة السيطرة والهيمنة كان لديها مشروع استغلت فيه تنظيمات موجودة في تلك الدول ثم استغلت المال بعد ذلك في شراء مؤسسات ومنظمات طبعا الجميع يعلم حجم القضايا الفساد الموجودة في الاتحادة دول وكرة القدم الفيفا والمتورد فيها جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا نفسه وأعضاء المكتب التنفيذي للفيفا وكيف أنهم باعوا ضمائرهم من أجل السماح لقطر بالحصول على كأس العالم 2022 أيضا وهناك دعوات حالية لسحب هذا الملف من قطر وهناك مظاهرات أمام مقر الفيفا في زيوريخ وهناك مظاهرات في عدة عواصم قطر معروف بسياستها أنها تحاول الهيمنة تحاول السيطرة تعبح بمقدرات وصروات الشعب الليبي لتحقيق أحلام النظام القطري محدود القدرات للسيطرة والهيمنة على العالم نعم مرة شهر منذ أن أعلنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لمقاطعة قطر تخلى لها إفشال مساعي الكويت في الوساطة ماذا تنتظر من تلك الدول؟ عزيزتي قطر يضيق عليها الخناية قطر تملك الحبل للأسف وتشد الحبل الذي تخنق به نفسها اليوم قطر في وضع سيء جدا واضح بشكل كبير جدا بصمات المستشارين الإسرائيليين والإيرانيين في التعامل مع الملف القطري الملف القطري يضار للأسف من خارج قطر بصمات إسرائيل واضحة في إدارة الملف القطري من انتهاج سياسة المظلومية سياسة الضغوط الدولية وحاولة تدوين القضية والتلفيق الأكاذيب والافتراءات على المؤسسات الدولية وعلى المسؤولين يدي إيران واضحة بأنه لن نخفي قولا أن قطر ربما بدأت مرحلة الحرب بالوكالة ضد دول الدعين مكافحة الإرهاب وهذا واضح في العمليات الإرهابية الأخيرة في مصر وأيضا العمليات الأخيرة ربما لاتشهادتها المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية تحديدا قطر تستغل لتستخدم نفس أو تنتهج نفس السياسات الإيرانية في استغلال تنظيمات واستغلال جماعات للحرب بالوكالة مثل ما حلس من قبل في أربع عواصم عربية السياسة القطرية الآن في حال التخبط كبير جدا الدول العربية عزمت وحزمت موقفها بأنه لا تراجع عن تغيير السياسة القطرية تصريحات وزير الخارجية المصري بالأمس لفيدريكا مجريني وزيرة خلية الاتحاد الأوروبي كانت واضحة هناك عزم وهناك إصرار من الدول العربية الأربع لمكافحة الإرهاب لتغيير السياسات القطرية اليوم نعول على زيارة وزير الخارجية الأمريكس شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد المنعم حلاوة الكاتبة الصحفية المختص في شؤون الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك